إلى ذلك دعا الشيخ عادل حسين كميم أمين عام اتحاد الشباب في اليمن مشايخ طوق صنعاء إلى عدم السكوط عن انتهاكات الحوثيين والشباب اليمني دعاهم إلى مواجهة الحركة الحوثية واعتبر كميم أن ميليشيا الحوثي ارتكبت جرائم بحق فئة الشباب في اليمن في المجالات كافة سواء التعليمية أو الرياضية أو السياسية دعيا أعضاء الحكومة التابعة للميليشيات الحوثية للانسحاب منها شكرا